اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين في هذه الحلقات المباركة حول السيرة النبوية العطرة وقضايا الأمة نتحدث عن ميزان المحنة والمنحة لأنهما مرتبطان ارتباطا ارتباطا وثيقا من حيث سنن الله سبحانه وتعالى وقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن نتحدث عن سيرته العطرة كان أكثر الأنبياء وأكثر الناس ابتلاءا بجميع أنواع الابتلاءات المادية والمعنوية لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصطفيه ويجعله خير الرسل وإمام المتقين وإمام المجاهدين وإمام الأنبياء والمرسلين ومن هنا ابتلي وهو في بطن أمه بوفاة أبيه ثم بوفاة أمه وعمره الست سنوات ثم حينما كلفه الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة قامت عليه قريش وقامت عليه العرب وأبلو في ذلك بجميع أنواع الابتلاءات في كل المجالات مجالات الأسرة مجالات البدني تضيق عليه محاولة إيذائه بشتى أنواع الإيذاء وإيذاء كذلك صحابته الكرام بكل أنواعه حتى وصل إلى القتل حتى وصل إلى أن يقتل ويعذب بعض الصحابة الكرام أشد أنواعه الأذى وهذه سنة الله سبحانه وتعالى حيث يقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ طبعا هنا كما لا يخفى على حضراتكم لا هذا جواب قسم يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من هو الصادق ومن هو الكاذب لكن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن يكون ظهور صدق الإنسان من خلال البينات التي تدل عليه وكذلك كان الأمم السابقة رب العالمين يقول وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله وصلوا إلى هذه المرحلة ولكنهم ظل إيمانهم قويا لم يتزعزع لأنهم لم يسألوا أو لم يشكوا في النصر وإنما سألوا واستفسروا عن زمن النصر متى نصر الله ولذلك كان جواب رب العالمين ألا إن نصر الله قريب أمام هذه الابتلاءات كلما اشتدت الابتلاءات اشتدت يعني اشتد اعطاء الله سبحانه وتعالى على حبيبه المصطفى ففي السنة الأخيرة من بقائه في مكة المكرمة سنة الحادية عشر أو الثانية عشر حينما أبتلي بوفاة زوجته أم المؤمنين وأبي طالب وكذلك الابتلاءات التي حدثت في طائف أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسرائي وبالمعراج وكذلك أنزل الله سبحانه وتعالى لتثبيت قلبه سورتين عظيمتين سورة الأولى سورة يوسف فهذه سورة تبين بأن الله سبحانه وتعالى مكن يوسف لأنه صبر والله سبحانه وتعالى جزاه بهذا التمكين العظيم إنك اليوم لدينا مكين أمين بل إنه أصبح بعد ذلك عزيز مصر وهذه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون مصير الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من مصير سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام والسورة الثانية التي نزلت لتطمينه والتي تتضمن ثلاث مقدمات أساسية هي سورة الفجر حيث أقسم الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر بين الله سبحانه وتعالى مقدما مشاهدا لا أحد يستطيع أن ينكرها وهو أن الفجر يأتي بعد ظلام الدامس وأن الليل يسري نحو الضياء فكذلك هذه الدعوة المباركة إذا كان هناك ابتلاءات وليل فإن هذا الليل يسري وينتهي إلى الضياء وإذا كانت هناك مشاكل ومصائب فإنها تنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى فجر الإسلام وعظمة الإسلام هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية هي قضايا السئة جوانب السمعية التواتر كما قال سبحانه وتعالى في سورة والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حج ألم ترى كيف فعلى ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ثلاثة أمثلة لا يشك فيها أحد وليس مرة واحدة وكما يقول علماء الأصول العدد لا مفوم له لكن رب العالمين ذكر الثلاث قضايا أساسية وهؤلاء كانوا في قمة الظلم وانتهوا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ولذلك جاءت النتيجة الحتمية التي تترتب على هذه الأمور إن ربك لبالمرصاد فلا تظنن يا محمد صلى الله عليك أن الله يتركه إن ربك لبالمرصاد لهؤلاء الظلمة ولهؤلاء الطواغيط وطبعا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ولذلك جاءت الآيات الأخيرة مؤكدة على هذا الإطمنان ماذا قال رب العالمين يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة بنصر الله المطمئنة بوعد الله المطمئنة بهذه الحركة الكونية وسنن الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة الكرام قضية الإبتلاء لها دور عظيم في تصفية الصفوف للمسلمين ولها دور عظيم أيضا في جعل الأمة أهلا لهذا التمكين ولذلك لما سئل الإمام الشافعي أيهما أفضل التمكين أو الإبتلاء قال وهل يمكن أن يكون هناك التمكين إلا أن يكون هناك إبتلاء أو يعني فقدما فلا يمكن أن يكون هناك التمكين للمسلمين إلا إذا وجدت هذه الإبتلاء بالإضافة إلى أن الإبتلاء يترتب عليه رفع الدرجات يترتب عليه بناء الإنسان القوي لا يمكن أن يبنى الإنسان يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لا يمكن أن يكون رجلا قادرا لإدارة الأمة ولتحقيق الاستخلاف ولتحقيق العمارة في الأرض نكتفي بهذا القدر حتى نترك المجال لأصحاب الفضيلة ونبدأ بفضيلة أخي الشيخ فضل تفضل بارك الله فيكم على هذه الإفاظات سنة الإبتلاء وسنة المنحة والمحنة هي سنة جارية نبه الله سبحانه وتعالى عليها في مواضع كثيرة من كتابه وهي في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ذلكم الصابر المحتسب الداعي الذي أوذي في نفسه وأوذي في أسرته ويوذي في ماله وأوذي في دينه وأوذي في أصحاب أخرجوا من ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة ولكن كانت هذه الإبتلاءات هي مقدمة لنصرتهم ومقدمة لتمكينهم ومقدمة لنشر دينهم فكل محنة فيها منحة عظيمة من الأمور التي لفتت نظري قوله سبحانه وتعالى لنبلونكم بشيء من يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فهذه كان الصيد ينفر عنهم فإذا أحرموا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد يقتربوا منهم ليختبر إيمانهم اختبارا وابتلاءا فانظر إلى أنواع الإبتلا فكيف تفهم رسائل الله التي يرسلها إليك إذا كنت عالما سيبتلك الله سبحانه وتعالى في علمك هل ستفتي حسب الهوى أم ستفتي بما يرضي الله أم ستفتي حسب الإملاءات إذا كنت طبيبا إذا كنت سياسيا إذا كنت إعلاميا هل ستبيع وتشتري أم لا لاحظنا في واقعنا المعاصر العديد من الأمثلة التي هي منح إلهية من هذه المنح الإلهية لاحظنا الحصار الذي ضرب على غزة حصار من الجو ومن البحر ومن البر فأدى هذا الحصار إلى هذا النصر العظيم إلى هذا التحول الاستراتيجي في القوة وإلى توازن قوة وهذا من رحم المحنة نحن نشاهده اليوم كذلك ما شاهدناه من الإساءة إلى الإسلام ونبي الإسلام في أوروبا هذا أدى إلى أن الناس يسألون من محمد صلى الله عليه وسلم فيتعرفون عليه كذلك ما رأيناه من التهجم والتهكم بالحجاب الإسلامي في أوروبا كذلك حتى التقول على العلماء أخبرني أحدهم أن امرأة ألمانية أسلمت لأنها اطلعت على ميثاق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مترجا بالألمانية لما فيه من أمور عظيمة وما فيه من كليات الإسلام ومحاسنه فكل محنة فيها منحة عظيمة ونصر أحسنتم فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعده فإن استراتيجية هذا الكون هي أقدار الله سبحانه وتعالى فالقدر هو استراتيجية يسير الله وعليها هذا الكون كله ولذلك قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقد قال أحد العلماء لا تكره المكروه عند حلوله إن الحوادث لم تزل متباينة كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة وقد قال العلامة المختار المبونة رحمه الله اللطف وإبراز الأمور جاء في صور أضداد كما يوسف صيره رقا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى فهذا الامتحان لله في حكم بالغة منها أن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي كل الناس لخدمة هذا الدين ولا لتحمل هذه الأمانة ولا لحمل هذا اللواء ولذلك تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين فقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وقال تعالى يؤفك عنه من أفك وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فذبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين فهنا كره اللهم بعاثهم وهذا أفضل ما لديهم وأحسنه والله يكره بأعمالنا السيئة كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره أما هؤلاء فقد كره الله وحسناتهم كما كره سيئاتهم ولذلك ثبطهم وقيل قدوا مع القاعدين لهذه الحكمة البالغة وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى في ابتلائه لعباده يبين لهم أنه جعل الأيام دولة وتلك الأيام نداولها بين الناس فلا يبقى فيها سعادة ولا شقاء ولا يبقى فيها عزة ولا مذلة ولا يبقى فيها غلبة ولا استمرار على أي وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه ولهذا ليس من سنن الله المنظمة للكوني أبدا أن يبقى لواء الدين مرهوعا وأن يبقى هذا الدين ظاهرا دائما وأن يبقى منتصرا بل سنة الله أن يقع التداول حتى يبتلي الله قوما بالتضحية في سبيل هذا الدين وأن يبذلوا كما بدل من سبقهم وهذا الامتحان طبعا يختلفه باختلاف إيمان الإنسان فأشهد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإنما يبتل الرجل على قدر دينه فمن الرضي فله الرضا ومن السخط فله السخط وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبين لهم حال من كان قبلهم والله قص ذلك في عدد من الآيات في سورة البقرة يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه رسم الله ألا إننا صلى الله قريب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجعل ابتلاءنا موذنا بنجاحنا وتثبيتنا على الصلاة المستقيم بارك الله وفيك فضيلة الشيخ محمد فضيلة الشيخ علي بسم الله والسلام على رسول الله في السيرة النبوية في مواقف واضحة في هذا المعنى مثلا بلال رضي الله عنه ورضاه كيف كان يعذب في القيض وفي الحظ ومورست عليه أعمال عظيمة وكان أحد أحد وهذه محنة كانت عظيمة المنحة كانت إنها تسبب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورضاه في فكة من العبودية إلى أصبح حرب والمنحة الأكبر في فتح مكة وإذ الذي كان يقول أحد أحد وهو يعذب يؤذن فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصورة العجيبة في مكة في الابتلاء وتلك المنحة العظيمة وهو يؤذن للصلاة من فوق الكعبة صورة أخرى من الصور زيد بن ثابت رضي الله عنه ورضاه وكيف تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وحتى أصبح يسمى زيد بن محمد وبل ما جاء زيد بن حارثة زيد بن حارثة أقصدها وكان يسمى زيد بن محمد ولما جاء أبوه وعمه ففضل البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا زيد بن محمد وكان فرح بها فرح شديد ولما جاء أدعوهم لأبائهم هو أقصد عند الله نزل قول الله تعالى أصيب بنوع من الحزن وإذ بالمنحة ولما قضى زيد بن حارثة فالله سبحانه وتعالى أعطاه المنحة إن الإسم الصحابي الوحيد الذي يذكر في القرآن الكريم ناتي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما توفت زوجها أبو سلمة وكانت متعلقة وكان مثل عجيب في الوفاء فيما بينهم وإذ بها قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلقني خيرا منها وقالت من يكون خيرا من أبو سلمة وإذ بالمنحة يتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبح من أمهات المؤمنين أيضا في القصص القرآن العام لما سيدنا إبراهيم ترك وطنة وقومة وأهلة وخرج مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وحيدا مع زوجته ومع ابن أخيه لوط عليه السلام وإذ به المنح تاتي بإسماعيل وبإصحاق المنح تاتي بأمة محمد تابعة لأمة سيدنا إبراهيم عليه السلام تاتي إصحاق وكل الأنبياء والكتب السماوية أصبحت في نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام فسنة الله في المحن والمنح واضحة وبعضهم من يكرمهم الله بالشهادة مثل سمية سمية رضي الله عنه يعني أكرمها الله بالشهادة لكن أصبحت أول شهيدة في الإسلام وأصبح كل المسلمين متعلقين بهذا النموذج في التضحية العظيمة أو مصعب رضي الله عنه وأرضاه بالشهادة وهذه أنثلة كثيرة جدا في السيرة النبوية بارك الله فيك الشيخ علي تفضل الفضيل الشيخ نور الدين شكرا تناول موضوع الابتلاء من زاوية تتعلق بالابتلاء الجماعي ابتلاء الأمة وابتلاء الدول وابتلاء المنظمات والعلماء في العصر الحديث بناء على إشارتين الإشارة الأولى أن الابتلاء في نصوص القرآن والسنة جاء بصيغة الجماعة وجاء كذلك بصيغة الفرد هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمنا الله الذين صدقوا وليعلمنا الكاذبين فالابتلاء إذن انتلاق من القرآن هو يتعلق كذلك بالأمة بناء على هذه الإشارات القرآنية ويتعلق بالواقع المعاصر الذي عليه الأمة الآن بل عليه الإنسانية الآن مثلا جائحة كورونا هذا ابتلاء عظيم إنساني كوني وهو بمعنى اختبار وبمعنى أيضا ماذا بعد الابتلاء هو الأحسن العمل الأحسن الأمة في عصرنا الحالي قد ابتليت بماذا ابتليت بابتلاءات اجتماعية عائلية أسرية مثلا موضوع العنوسة التي هي بالملايين في الدول العربية والإسلامية موضوع الطلاق وكثير من الدول الإسلامية هي في مقدمة الدول العالمية في نسبة الطلاق كذلك قضية الأوبئة والفقر والمجاعات والأمية والجهل قضية الطائفية البغيظة والتعصب المقير على المستوى الفكري وعلى المستوى التنظم وأرقى ابتلاء ابتلاءت به الأمة في عصرنا الحالي قضية الطغيان والاستبداد وأشرتهم وذكرتم قوله تعالى الذين تغوا في البلاد فأكثر وفي الفساد يعني الطغيان والفساد جنحاني لطائر واحد وهو طائر منحرف طائر لا يؤدي رسالته كما هي الذين تغوا في البلاد الطغيان هذا واستبدادوا الطبقة الحاكمة وأيضا استبدادوا هيئة أخرى لأن الاستبداد ليس فقط استبدادا سلطانيا يتعلق بالحكام هو أيضا استبداد بعض الآباء استبداد بعض العلماء استبداد بعض المذاهب والأحزاب هذا الذي بتليت به الأمة وهو الاستبداد العام واستبداد السلطة وأيضا استئثاروها بالثروة واستئثاروها بالقرار واستبعادوا الشعوب من هذا القرار الوطني مثلا أو قرار الدولة هذا من أعظم الإبتلاءات السؤال الذي يبنى على هذا التشخيص للابتلاء الجماعي ابتلاء الأمة هو كيف نتجاوز هذا الابتلاء كيف ندير هذا الابتلاء لأن الابتلاء هو حقيقة حالة توجد لأسباب ذاتية أو لأسباب طبيعية أو لغير ذلك كيف نخرج من هذا الابتلاء الجواب في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم أحسن وعمل الأحسنية في العمل وما دون الأحسنية هو طريق للتجاوز وكذلك الصبر والثبات وأيضا مقتضيات الأحسن في العمل والصبر والثبات والإرادة هي بحسبها بحسب مقتضيات إدارية مقتضيات قانونية مقتضيات في التداول في التشخيص في الخبراء المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن سيرته الابتلائية تؤسس للمسلمين جميعا وللأمة تؤسس لهم إطارا مرجعيا لتجاوز الابتلاء تجاوزا علميا وعمليا وكل مسلما من المسلمين إلا وله حظه من الابتلاء وله كذلك حظه من السنة الابتلائية فإذا ابتلي فكان كأنه قد عمل بسنة قد ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه أو في أسرته أو في منهجه أو في دعوتي أو في دولته نصد الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الهدى وأن يعلمنا حسن إدارة الخروج من الأزمة الابتلائية المتعاظمة في الأمة وفي كثير من أعضائها وأخطارها بعد هذه الكلمات الطيبة حقيقة أستطيع أن ألخص أن سنة الابتلاء سنة إلهية ربانية لا يمكن أن تتخلف عن التمكين وأيضاً إذا قرأنا القرآن الكريم لتوصلنا بأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون أن ننتقل من مقام الصبر إلى مقام الشكر وسورة الكهف تدل على ذلك ما حدث للسفينة حقيقة تحول إلى شكر بالنسبة لقتل الغلام أو موت الغلام تحول إلى شكر وهكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا الأمة تهيأت لهذه المسألة فإن الله إن شاء الله سيخرجها إخراجاً حسناً نشكركم وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لنمحوه همّاً وغمّاً ونرشوف نوراً من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبب الحي البلادي فأنصد تفوز بهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قوي من لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العبادي 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 تعالى لسيرة خير العبادي